موسيقى و أهلا بكم من جديد صار حسن الوقت نحتي عن كرة القدم ضمن فقرات كورفان و هي عمر أبو حاكمة بداية عمر أول شيء نحن لازم نسلم عليه عادة عمر والعود وأحمد و صالح و ما شايفك و أيضا نريد نبارك للمنتخب الأردن اليوم مباراته اللي لعبه و إن شاء الله يا ربي نحن نشوفه بنهاية و يظل يد أهل و إن شاء الله إلى الإنتقاس إن شاء الله أمر رح تشينا عن المنتخب الأردن اليوم شون شفت المبارات و شون شفت أداء اليوم باللابة هل أشوف المباراة أكيد انتهت قبل دقائق بكل صراحة الأداء كان ممتاز في الشوط الأول أكيد أول 45 دقيقة الأداء كان ممتاز الملاحظة الأبرز أنه كان في قدرة ممتازة على حسم الفرص على أكس يعني باقي المباراة أو في النسخ السابقة من البطولة فحسم الفرص كان كثير مهم ضاعة فرص ولكن حسم الفرص يعني أربع أهداف و ليس شيء بسيط الخروج بكلين شيت في المباراة يعني ما أعتقد من البطولة في فريق أو منتخب سجل أربع أهداف و ما استقبله أول هدف فهذا إش ممتاز ولكن بصراحة يعني هاي كمباراة افتتاحية ممتازة ولكن كباقي المباريات ما رح حكون ممتازة لأنه بعد الشرط الأول خلينا نحكي بداية 60-55 الفريق أو المنتخب تراجع بدنيا بشكل كبير يعني هذا الدليل أنه فيه شوية مراحظات على الموسم التحضيري البدني بدناش نحكي تكتيكيا بدنيا يبدو أنه ما كان كثير قوي أتمنى أنه يكون هاي خطة مدروسة من المدرب أنه فيه لعبين في أوقات محددة رح لعب فيها وبعديها بالتدريج خلال البطولة يعني من رحب البطولة رح بدنيا تصعد فأتمنى هذا الأمر يكون يعني موجود في رأس المدرب أما إذا كان يعني المنتخب في كل مباراة من بعد دقيقة 60-50 بدنيا إقل الخصوم كلها ما رح تكون ماليزيا فيه خصوم أقوى عندك المباراة القادمة من كوريا الجنوبية فريق بش سهل فريق بتناقل القرى بشكل سريع فريق يعني خلينا نحكي بلعب بشكل متمرس مع يعني معظم الأفراد بلعب بشكل متمرس مع بعضهم فبالتالي أي خطأ ممكن أنت يعني ما بدناش نحكي نتأهل بصدارة المجموعة ولكن ممكن تواجه خطورة في المباراة الأخيرة التي أمام البحرين لذلك مباراة كوريا أتمنى أتمنى أنها يعني على الأقل تنتبي تعادل وأتمنى الأداء يتحسن شوي في الشرط الثاني الشرط الأول كان ممتاز أكيد لكل مبسط عليه ما اختلفنا ولكن في الشرط الثاني بدنيا يعني إن شاء الله يكون الموراة القادمة أو بحد أقصى البحرين يعني خلال موراة البحرين وبعد هذه المستوى البدني يتطور أما بعيدا في هذا المستوى البدني راح نتغلب شوية بكل صلاحة وأتمنى كل التوفيق أكيد للمنتخب إن شاء الله إن شاء الله دائما نشوفه هو مش بس تعادل فوق فوق إذا الفوق تعادل بنقطة ونقطة يام تلافي أكيد إن شاء الله يعني العناصر الموجودة بالمنتخب يعني أقل إشي ربع نهائي الأسماء الموجودة كثير ما شاء الله قوية بدنا نحكي جيل التاريخي في جيل أقل ولكن كأسماء كثير ممتازة ويعني وحرام يعني أقل من ربع نهائي على الموجودة في المنتخب حاليا يعني عمر عم نحكي عن المباراة اللي صارت اليوم لابد أن نحكي عن الكلاسيكو اللي صار مبارح بس بعيدا عن النتيجة تبعته وريال مدريد كيفازه وكل هاي الأمور ولكن الخبر اللي يتصدر للساحة عن برشلونة تحديدا خلال هذا الأسبوع هو اللي انتشر عبر الصحف الكتالونية عن بيع المدافع أراوخو مقابل 100 مليون يورو أو تحول النادي إلى شركة شو بتحكي لنا أكتر عن هذا الخبر هلأ الصحف الكتالونية هي تعمدة تنشر هذا الخبر لأنه ببساطة الفريق بعاني من عملية تسجيل اللاعبين وعملية سداد ديون يعني حكينا أكثر مرة فيها فبالتالي الخيارات بلشت تنحصر كثير كثير كان آخر خيار ممكن يوصلوله لبرشلونة أنه إحنا نبيع النادي أو نسبح للمستثمرين بينهم يتحكموا في النادي بشكل كبير وهذا إشي بش موجود يعني في نادي برشلونة أو ريال مدريد لأنهم أندي مملوك خلني حكي للجماهير أو للأعضاء يعني نصح التعبير فالصحف الكتالونية بتروج أكيد زي ما إحنا شايفين بالصور كان بالتدريج في الشركات الراعي بطلت تقدر تدفع الأموال اللي هي متفق معها برشلونة لأنه بساطة بيئة الفريق بطلت كثير مغرية وأيضا عدم القدرة على تسجيل اللاعبين حكيناها والنقطة الثالثة اللي هو تحويل النادي لشركة لعملية سداد الديون فبالتالي الحل الوحيد هو تحويل النادي لشركة يعني ببساطة نسمح لأي مستثمر ممكان أي شخص من الجمهور مثلا بيقدر يستثمر في النادي تمام غير صابقا كان الوضع مختلف بوش أي مستثمر بيقدر يفوت على النادي ويستثمر لذلك الدخول المستثمرين لنادي برشلونة هو إشي إيجابي ماديا ولكن على المستوى البعيد رح يتغلبوا فيه لأنه هذا يعني من أكبر الأندي في العالم وصعب يتحكم فيهم مستثمر يعني قليل من كتالونيا معروفين كتير متشددين فبالتالي دخول المستثمر الأجانب بوش إشي محبة في برشلونة فعشان هيك تحويله لشركة هي آخر الحلول ولكن الصحف بلاشت تقرب 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 وأنا شخصيا بتوقع أنه هذا الإشي مفروض يصير من زمان وأصلا كان فيه عدة طروحات عليها أو عدة صفقات على هذا الموضوع أبرزها كان المستثمرين في نادي ماشيسر يونيتد قبل ما يستثمروا في اليونيتد أعرضوا نفس العرض على نادي برشلونة مقابل تقريبا 25% مقابل مبلغ 2.5 مليار يورو فبالتالي لابورت أكيد رفض هذا العرض لأنه مبلغ كبير وخصة كبيرة في النادي فبالتالي المستثمرين ممكن يتدخلوا وهذا آخر إشي يحبوه برشلونة ريال مدريد أنه يكون في عليهم فرض في عملية صنع القرار لذلك برشلونة حاليا هو مضطر مش أنه بش خيار رفاهية مضطر أنه يابي بيع أراوخو مثلا 100 مليون وأنا بعتقد أن قيمته راح تقل في نهاية الموسم أو تحويل النادي لشركة هو مستبعد ولكن الخيار الأفضل فننتظر ونشوف لحدات إن شاء الله حسنا ننتقل هنا للسؤال الكلاسيكو قبل أن نرسل لك هذا شيء نحن جمهورنا العراقي خاف بعد ذلك يزال علينا وعندنا لعبة وفازاو اليوم فإن شاء الله تأهلون ونتقاسم الكاسة هنا بناتنا نعم يومي نعم يومي أهمي مفروبك أمر بالنسبة لمباراة الكلاسيكو اللي صارت الباح انتهت فوز ريال مدريد بلواعية على برشلونة أحسيني شنو منو ينحط علي اللوم وبالنسبة للتعاثرات اللي صارت لها برشلونة فشنو الموضوع ومين يتحامل لوم الخسارة اللي صارت هلأ شوف المشكلة دائما في برشلونة أنه صعب تعرف مين البنلام ولكن لما تشتت عملية اللوم اللي مين هو اللي بتسبب في هاي الأمور بترجع لرأس الهرم اللي هو الإدارة الإدارة هي بساطة عينة مدرب زي تشافي مدرب كلاعب كبير ولكن كمدرب بعاني كثير في عملية التخطيط في النادي أكيد يعني حكينا صابقا كثير أنه بحاول يقلب النادي لأسلوب العائلة أنه بساطة أن المساعد تابع المعدل بدني صديقي برضو سابقا فبالتالي تشافي هو يتحمل اللوم ولكن مش لأنه هو سيء لأنه أولاً وافق على التدريب في هذا النادي اللي هو حالياً مش مناسب إله وأيضاً الظروف غير مواتي أنه هو يكون مدرب لهذا الفريق فبالتالي لابورتا حط المدرب في مكان مش مناسب إله وتشافي يلام أنه استلم هذا الموضوع فاللوم كله أنا بوجهة نظري يقع على لابورتا لأنه بساطة الرئيس الرئيس وزي ما حكينا كنا نحكي أنه هذا جمعية عمومية وبالشرك خاصة فبالتالي فيه عملية تصنع قرار المفروض في برشلونا فكان فيه قرار متفق عليه أنه تشافي كون مدرب تشافي ما كان مدرب مناسب وأنا حكينا سابقاً نحن في كتير كارفان خلال السنواضي أنه تشافي غير مناسب لبرشلونا ورح يتضل الجماهير لبرشلونا تعاني واللوم أنا ما بشوف يضع لني أنا ما عندي مشكلة شخصية مع تشافي أكيد ولكن بشوف كتير ناس بتحمل المسئولية على اللاعبين هذا مش إشي صح اللاعبين مهما كانوا لما يكون فيه مدرب شاطر بقدر يطلع أفضل ما عنده اللاعبين أما لما يكون كل لاعب يبذل أفضل ما عنده في الملعب والنتيجة سيئة دليل أنه ما في خطه في الملعب لأنه الفريق كله حالياً يعني خلينا نحكي يعني سيئ جداً لدرجة أنه عمليات الضغط في المباراة حتى كلها معظمة غلط كل لاعب بضغط لحاله فشوف لوين وصل نادي زي برشلونة كلها عبضة لحاله هذا أبرز مثال أو أبسط مثال خلينا نحكي فعشان هيك الحل هو جلب مدرب مثل كونتي أو إنزاقي قادرين فعلياً على بناء الفريق برشلونة أخذ فرصة بأنه يبني مشروع وفشل في عملية بناء المشروع فبالتالي هم لازم الجمهير تعرف أنه برشلونة رح يتأخر يعني ماكسيموم خمس سنوات عن باقي الفرق عشان الفريق أخذ فرصة طيب لمشروع زي باقي الفرق وفشل في عملية بناء المشروع فما الجمهير تستعجل ندام بحكي لهم ما يستعجلوا عملية إعادة برشلونة بدها لأقل عشر سنوات فننتظر ونشوف برضه يعني عمر دائماً تحليلك المرتبط بالمدربين هيك بيكون خاص يعني من نوعه ودائماً بتسمع تحليلات عن أداء اللاعبين ولكن دائماً بنحب نسمع تحليلات كيف تأثير المدرب على الفريق فمن هنا بدي أسألك بس ننتقل لإيطاليا وعم نشوف يعني روما وفريق المدرب مورين هون لساته مستمر بالتعثرات عم نحكي عن فوز ميلان عليهم بثلاثية إيش عم بيسير وشو تأثير المدرب بهاي الحالة هلأ شوف يعني سؤال جميل اللي بيسير في روما عكس اللي بيسير في برشلونة تماماً المدرب ممتاز مورين فيه جدل عليه ولكن مورينيو يعني ما بقدر أحد ينكرونه مدرب كبير ولكن ما عنده الأدوات المناسبة إنه نفذ قدراته أو الأفكار اللي في راسه يعني بساطة مورينيو بيحكوا دائماً عليه إنه عفع عليه الزمن وكرة انتهت دفاعية ولكن الواقع مختلف المدرب مورينيو مو قادر يعني خلينا نحكي يوضع بصمته في الفريق اللي معظمه ملعبين في نهاية مساريتهم ملعبين بنصابه كثير فبالتالي مورينيو يعني أنا من مدربين مفضلين إلي هي بوش محباة وإشي ولكن مورينيو مدرب كبير جداً بالدور الإيطالي المفضل بالنسبة لإيلك الظروف كلها خلينا نحكي اجتمعات ولكن مورينيو استحق أكثر مما يحصل عليه في نادي روما ويقال يقال بأنه سيتم إقالته ولكن أنا ما أعتقد لأنه مورينيو من العقلية هو ببرتغالي ولكن يعني عقلية تناشئة في إيطاليا فما أعتقد أنه رح يسيب فريقه في الوقت الصعب لأنه هم عنده بعقلية أنه أنا في الوقت الصعب لازم أبرز أكثر من ما أن أقدم استقالتويش لذلك مورينيو يعني خلينيحكي الموسم القادم أعتقد أنه آخر فرصة إله إذا استمر آخر فرصة ممكن إله وللنادي أنه نعطي فرصة لللاعبين الجداد لأنه معظم اللاعبين مصابين مشاكلهم أو معظمهم إعارات فبالتالي مورينيو بيحاول بيحاول كثير أنه يوجد بيئة مستقرة ولكن الظروف مش مساعدة فمورينيو هو يعني عن إنجلترا والخبر الصادم الذي قمت بها عن هندرسون الذي طلع وصدم نصف متابعين الدوري السعودي الذي هو بمطالبته بالرحيل عن النادي الاتفاق هذا هل هو ممكن أنه يرحل عن النادي؟ الآن أرى المشكلة في مشكلة خبر هندرسون أنه ما أكمل تقريبا نصف موسم بالضبط وهذا الموضوع ما أكمل نصف موسم فبالتالي رحيله يعمل يعني خلينا حكي شوية قلق عنده الصحف الإنجليزية لأنها تحب الصحف هاي تبحث في كل الأمور في تفاصيل التفاصيل حتى تنشر الأخبار على أكسباق الصحف لذلك الفكرة كلها أنه بدأ بالترويج أنه بدأ يخرج من النادي من الاتفاق السعودي ويرجع لإنجلترا على طول تلع التقارير أنه لا يسمح له أن يعود إلى إنجلترا إلا إذا بده يضحي مالياً بشكل كبير لأنه بساطة في بريطانيا أو في إنجلترا تحديداً خلينا نحكي إذا بدأ يخرج زي ما نشوف أكيد على الشاشة راتب وندرسون تقريباً 36 مليون يورو إذا بدأ يخرج لا إذا بدأ يخرج ما رح يفرضه على هذه الضريبة بشكل كامل إذا عاد خلينا نحكي بعد سنتين كاملات إذا رجع ما في أي مشاكل ولكن هو بدأ يرجع بعد تقريباً نصف موسم تقريباً 6 أشهر أو 5 أشهر خلينا نحكي إذا بدأ يرجع في هذه الحالة رح يتخذ جزء كبير من راتب وضرائب يعني تقريباً تتجاوز 40 مليون يورو ضريبة الدخل يدخل على بلده لأنه بساطة القوانين لا تسمح لازم على الأقل يقضي سنتين ماليات كاملات خارج الدولة اللي هي بلده ويلعب في دولة ثانية سواء كان لعب أو أي موظف آخر لذلك هندرسون مشكلته أنه هو لاعب إنجليزي واللعبين الإنجليز صعب يلعبوا في غير دوريهم وهو بحب بلده معظم مسيرته في بلده فبالتالي هو مو قادر يرجع فيرجح بأنه رح يخرج لأياكس ولكن ما أعتقد أنه رح يقبل بهذا الخيار فعلى الأغلب على الأغلب ممكن يستمر مع الاتفاق على الأقل للموسم كامل يخلص موسم يخلص موسم كامل ولكن الأفضل له مالياً مالياً أكيد يعني ما بنعرف شو اللعب هو تفكيره مالياً ولا رياضياً رح يكون ولكن مالياً الأفضل له أنه يكمل عقده سنتين عشان يقدر يرجع بلده وهو مبسوط على الأقل مالياً يعني يعني عمر ما بنقدر اليوم ما نسألك عن أجواء كأس آسيا وتوقعاتك لهذا الكأس الناس عم تبلش تفوت بأجواء كأس آسيا تحديداً شو توقعاتك للك؟ هلأ أشوف أنا بدي أحكي توقعات بس الفكرة بدي أعلق على توقعات اللي بأشوف أول أنا بأشوف كثير توقعات في اليابان اليابان منتخب قوي ولكن النسخة الحالية هي قوية أكيد ولكن مختلف عن النسخة السابقة اللعبين الحاليين هم شباب ممكن ممكن يصير عندهم مغالطة شوي إنه إحنا نلعب بتعالي شوي لأنه معظمهم صاروا نجوم في منهم في ليفربول في منهم في السويسيداد على أكس المواسم أو البطولات الماضية الباضي السابقة فأنا بأشوف اليابان ممكن يكون عنده نقطة ضعف أوكي جيل ممتاز ولكن ممكن ممكن عشان في آسيا يلعبوا شوي بتعالي معظم الخصوم أقل مننا فأنا بحس أن هاي في نقطة ضعف شوي عند اليابان أكيدهم يعني يجيل ممتاز اليابان سواء كشعب أو شي ولكن كرياضية ممكن نشوف مشاكل شوي إنه إلعب شوي بتعالي زي شوفنا أمام مباراتهم الأخيرة الفريق عاني شوي ليفوز بالنهاية فاز ولكن شوي عاني ممكن نحكي نصق تدريجي ويطلع ويطلع ويوصلوا للنهائي ولكن اليابان هي أرادة كل مباراة قوية فأنا ما بعتمو أنه لهم نصق تدريجي هم أرادة النصق طبعهم عالي فهي النقطة الأبرز عن اليابان وأما في منتخب آخر هو السعودية أكيدنا نتمنى له كل التوفيق ولكن الظروف الحالية قبل يومين أو قبل اليوم من مباراته كثير صارت صعبة منشيني المدرب عمل مشاكل كثير في الصحف السعودية وأيضا في الصحف الأوروبية يعني الصحف الأوروبية صارت تطلع نوين يعني في الغلاف الرئيسي أنه في مشكلة مع منشيني في السعودية طبعا المنشيني موذنبو هو مدرب إيطالي بطبيعتهم صريحين هم المدربين الهولنديين ما بيقدروا يخبوا كثير على اللي بيصير في المنتخب فلذلك السعودية أنا أتمنى تكون مرشحة ولكن الظروف شوي صعبة وأتمنى أكيد التوفيق للنشامة نزل ما بتحكي دائما الظروف الصعبة مرتبطة بالمدرب فيعني منشيني مثال على هذا الحكي شكرا عمر لوجودك معنا اليوم يعني دائما منحب نشوفك وأكيد